السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهدائنا في مصر وربنا يرحمهم ويرزق أحبابهم الصبر والسلوان النهاردة هنتكلم عن رمضان إنه مدرسة يمكن أول مرة نقول اللفظ ده بس أكيد في معاني كتير قوي هنعرفها مع فضيلة الشيخ تحسين عبده أحد علماء الأظهر الشريف وتاريخ كبير قوي في المجال التربوي والدعوي تحياتي الحضرية كيفان؟ كل سنة وحضرتك بخير صح سلامة الله اتكلمنا بقى حضرتك عن شهر رمضان وفضله من خلال إن حضرتك نوصفه بإنه مدرسة فعلا يعني فعايزين نعرف إزاي هو شهر رمضان بنسميه مدرسة وماذا نتعلم من هذه المدرسة أملا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ثم أما بعد طبعا بداية الناس أسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الأمراض والبلاء والوباء وأن يأتي إن شاء الله رمضان القادم وقد صرف عنا جميع الأمراض وأسأل الله عز وجل أن يكون رمضان القادم رمضان سعيد على الأمة الإسلامية كلها أما على الصوم مدرسة الصوم مدرسة بنتعلم منه أشياء كتير جدا أولا مدرسة روحانية ثانيا مدرسة اجتماعية ثالثا مدرسة صحية رابعا مدرسة أخلاقية وإذا حبينا إن شاء الله نعرف كل واحد فيهم وإزاي نخرج من رمضان بهذه المعاني الجميلة وإزاي نخرج من المدرسة دي إن شاء الله نكون على قول كبير وعلى إيمان كبير أولا الصوم مدرسة روحانية احنا طبعا بنشعر في كل عام من رمضان كل مسلم بيشعر أنه في رمضان بيكون سعيد وعلى فكرة إن شاء الله لو فيه فرصة هنقول موضوع خاص عن السعادة وإزاي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة فالمسلم في رمضان غير أي رمضان آخر أو غير أي شهر آخر بيعيش في سرور وسعادة وراحة نفسية عالية أيضا بيحس بطمأنينة ومن خلال كده ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه شيء جميل جدا وهو إيه هو الصبر والتحمل إزاي بيستطيعه أن يصبر على ترك الطعام وشراب وممكن يقدر أنه يروح أي مطعم خمس نجوم وياكل اللي هو عاوزه ولكن إزاي بيحرم نفسه وإزاي بيدرب نفسه على الصبر والتحمل ودي المدرسة اللي متعلمها من شهر رمضان واللي بيفسر لنا المعنى الجميل له الإمام فخر الرازي وهو من أحد علماء التبسير المعروفين بيقوله إيه في تبسير ماذا قال؟ في تبسير قوله تعالي بيقول إيه أعوذ بالله من الشيطان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بيقولي بقى عن معنى التقوى بيقولي أن الصيام بيؤدي إلى أن الإنسان بيستفيد بيخرج منه بالتقوى ليه بيخرج منه بالتقوى؟ لأن التقوى هنا لما فيها من كسر الشهوة وانقطاع الهواء ده اللي الإنسان بيستفيده من هذه المدرسة هو إيه؟ كسر الشهوة وانقطاع الهواء وكسر الشهوة مهم جدا لأن الإنسان مع الشهوة قد يفسد قد يرتكب فحشاء قد يرتكب منقرات فيخرج من هذه المدرسة أنه إزاي بيستطيع أن يصبر وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال في قوله تعالى في هذا المعنى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله إذن بيكسر الصوم بيكسر شهوة البطن والفرج ولذلك الإنسان بيستطيع أن يخرج من هذه المدرسة لا يرتكب المقرات بيصبر على نفسه ويصبر على غيره وبيخرج من هذه المدرسة بفائدة كبيرة جدا أما عن المدرسة الثانية وهي الصوم مدرسة اجتماعية بنلاحظ أن في رمالان بالذات كل المسلمين أو أغلب المسلمين بيتراحم في هذا الشهر بيلاقي بيكسر في هذا الشهر حضرتك تصوص إن بتحصل يعني مش يعني المناخ اللي حوالين الناس أو الرحمات والبرقة في هذا الشهر هي اللي بتدفع الإنسان لشوق لأهله أو لعمل الخير أو ذلك ولا حضرتك تقصد تمام آه عشان كده بيلاقي في رمالان بالذات بيكسر فيه كل سلطة الأرحام يعني ممكن لحد يلاقوا مثلا شخصية مش من عادتها إنها تتصدق أو كده ولكن في هذا الشهر ربنا يعني هداها إلى الخير بيكسر فيه الخير بيكسر فيه طعام الطعام بيكسر فيه سلطة الأرحام لدرجة إن الكل بيتصابك إنه يعزم التاني للآخر وبينجد إن حتى الغني بيتواضع في هذا الشهر يعني حضرتك هي الصدقة تعتبر عبادة؟ آه طبعا طبعا وفي هذا الشهر بيكون طبعا الصدقة لها أجر كبير جدا زي ما العمر فردان بتعادي الحجة فطبعا الصدقة بتعب لها أجر كبير عند الله عز وجل فإحنا بنقول أصول مدرسة الاجتماعية إنه بيتقارب جميع المجتمع المسلم في هذا الشهر لدرجة بنجد إن الغني يطعم الفقير وهو سعيد لدرجة إنه ممكن ينسى نفسه إنه يفطر نفسه وهو إيه بيفطر غيره عشان عارف إنه ياخد أجر مثل أجر الصدق يهزب الإنسان بالضبط هذا هو المعنى عاديين نوصله لوصله مدرسة الاجتماعية طب يا ريت ناخد من كلام حضرتك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في صلة الرحم أو التواد مع الناس وكده هو طبعا رسول صلى الله عليه وسلم أوصهنا جتير فده فرصتنا نعمل ده في رمضان بإذن أوصانا بصلة الأرحم وربنا سبحانه وتعالى أيضا أوصانا في كتابه عز وجل وأخبرنا في أيات كثيرة إن قطيعة الرحم تبعد الإنسان عن رحم الله عز وجل عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى فعشان كده بقولون رمضان فرصة كبيرة وعظيمة لده هذا التواصل فيه ناس بيحصل بينهم خلافات عائلية وغيره فاحنا بقولون رمضان فرصة كبيرة لأن ربنا مش هتقبل منا أي صيام ولا هتقبل منا عبادة إلا بصلة الأرحم معنا أم مالك أستأذن حضرتك ألو وعليكم السلام ورحمة الله لو سمعت أنا كان ليا سؤال وطلب ممكن أهلا بيكي أهلا بحضرتك لو سمعت يا شيخ أنا كان علي أم مالك حضرتك منين أنا من الزئذيب آه تمام تشرفنا بيك أهلا وسعنا بيخال بيك حضرتك معاكي فضلة الشيخ تحسين ماشي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك لو سمعت يا شيخ أنا كان علي أيام من رمضان اللي فات وهل فيه يعني حاجة ذر القضاء ولا فيه كفارة تمام تمام فيه سؤال تاني والطلب لو تمحتي يا شيخ الله يخاليك ممكن تبعي لوالدي كان من أهل القرآن وكان معلم للقراءات ودعيله بالله عليك يا شيخ من علاية حول أهلا السؤال الأول اتفضل لي منشكرك السؤال الأول طبعا اللي هو الإنسان عليه أيام من رمضان اللي فات وجي رمضان ولم يستطع أن يقضيها يعمل إيه؟ تمام طبعا لو عليه أيام وما لهش عذر خالص عليه ثلاث حاجات لازم يعملها أول حاجة التوبة لازم يتوب تاني حاجة القضاء تالت حاجة الإطعام عن كل يوم ما صاموش بيطعم مسكين يعني مثلا امرأة عليها ستة أيام من رمضان اللي فات ستة أيام دول كل يوم بتطعم مسكين ممكن تجمع الستة كلهم في يوم واحد ممكن تجيب واقبة يعني مش شرط أن هي حتى حضرك لو هي عندها استطاع أنها تقضي لسيام ما هي لازم القضاء القضاء مع الاطعام آه مع دا ومع دا ما دا ما بيش عذر ما بيش عذر يعني هي يعني مثلا أملت نسيت بتاع فلا بد أن هي ايه؟ بتطعم مع القضاء طبعا الاطعام دا في ناس بتتكفل فيه لا احنا ممكن نقول نجيبها حتى وركة فرخة مع شوية ترز طبعا لو واحد غني ولا حاجة ممكن فرخة كاملة ولا بطاية حلوة طبعا المخلط دلوقتي بيقول أنتو بتعشمونا المغرب لسه فهيقول دي فرصة كبيرة أن لو هو مستطيع يطعم على قد ما هيقدر يعني ولكن بيطعم على كل يوم مسكي طبعا لو بغير عذر لكن طبعا لو لو في عذر مثلا مرض أو غيره معلوشها للقضاء فقط أما طبعا إن شاء الله ما ننساش برمض الدعاء طبعا هي بتقول أن أباها من أهل الكرآن ومن أهل الكراءات طبعا لو كان حي كان هو اللي دعالنا دلوقتي لأن رب الله رسول الله قال في حديث أن لله تعالى في الأرض أهلين قالوا من هم أو قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وخصتي فالله مرحمه بالقرآن واجعله له نورا في قبره واجعل قبره روضا من رياض الجنة وارزقه لفردوس العالم الله مرحمة ورحمة بابايا والأب والأم أغلى حاجة في الدنيا يعني حضرتك نتكلم حضرتك وتقول يعني البر الأب والأم في حياتهم أو في ماماتهم طبعا نتكلم عن الصلة حال ممكن نعمل بقى حاجة للأب والأم المتوفين في رمضان علشان حضرتك بقى طبعا اللي رسول الله أمرنا به إن احنا نتصدق عنهما إن احنا ندعي لهم إن احنا نبر صديقهما ممكن نقضي عنهم الصيام أو الصلاة لو ولا ده من ينفعش نتصدق عنهم لو كانوا مثلا في حالة نحج عنهم ونتصدق عنهم ممكن نرجع لمدرسة رمضان مدرسة رمضان المدرسة طبعا نحن نقول الحاجة رمضان مدرسة روحانية رمضان مدرسة اجتماعية هندخل بقى على رمضان مدرسة صحية طبعا مين بيأكد الكلام ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علي أفضل الصلاة والسلام قال الرسول قلت صوم وتصحه وبيأكد المعنى ده طبعا طبيب أمريكي مشهور في أمريكا صاحب مستوصفات طبية ومستوصفات معروفة في أمريكا بيقول عن عملات التجارب كتير جدا لعلاج المرضى فوجدت أن الصيام هو أفضل علاج لكتير من المرضى أو كتير من المرضى فقال إن اكتشفت أن الصوم بيشفي أمراض الدم وامراض القلب وامراض الكبد وامراض الرئة والمعدة والأمعاء وكتير من الأمراض وكمل كلامه بيقول بيقول وعلى كل إنسان لابد أن يصوم صوما كاملا لأنه يطرد الصموم التي يخالفها الطعام والشراب والدواء في صحة الإنسان وصدق الرسول إذ قال إيه؟ صوم وتصر أفضل الصلاة والسلام يعني بيقى حي حضرتك طبعا لسه في مدرسة من حضرتك لسه إن شاء الله نكمل يعني المعاني الجميلة دي كلها وأنا عايز أقول الكلمة إن إحنا إزاي نقتنس الفرص في رمضان على جميع بقى المناحي اللي حضرتك قلتها أو على جميع المستويات الجميلة دي كلها في الحلقات النهاردة إزاي يا جماعة إن إحنا نقتنس الفرصة في رمضان مش بس للتوبة أو كده والعمل الصالح أكيد في حاجات كتير قوي عايزين يعني إن إحنا من يعني ما يفوتش الأوان وإحنا ما عملناش حاجات جميلة إحنا حديك تكمل من ضمن الحاجات الجميلة اللي هنقولها في آخر مدرسة أستأذنك آه عشان الوقت حاجات الجميلة دي في آخر مدرسة وهي مدرسة المدرسة الإيه الأخلاقية فرمضان بيعلمنا الأخلاق حتى لو فيه اتنين يتخلقوا مع بعض بنلاحز لو فيه حدي بيحش بينهم بيقول إيه بيقول أنتوا صايمين هتضيع صيامكم ولو واحد تذكر يقول إيه يقول اللهم إني صائم زي ما قال النبي السلام في حديث مشهور اللي هو الصوم جنة فإن كان صوم أحدهم فلا يرفس ولا يجهل وإن سباه أحد أو قاتله فليكل إني صائم مرتين ولكن البعض المسلمين بقى ممكن يظنوا أن الصوم في الأكل والشرب بس ويفطر على غيبة ويفطر على سيرة الناس وعالنميمة ويفطر على سجارة طبعا يعني ياربت رسالة دلوقتي أننا نقول ما نضيعش اللي إحنا بنبنيه أو إن إحنا بنعمله في رمضان ونحاول إن إحنا طول الوقت ننشغل بذكر الله ويريد طول السنة وطول الأيام والهدية دي عاوز أقولها هدريك بس أبل بسيطة تفضل الهدية أبياك شعر بسيطة جدا بنختم به ما صام من لم يرى حق مجاور ولا صداقة ولا صحاب ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شر أو سعى في خراب ما صام من أدى شهادة كاذب وأخلى بالأداب والأخلاق أصوم مدرسة التعفف في باتطقة وتقارب البعداء والغرباء جميل جدا بحي حضرتك ما شاء الله يعني اختيارك للكلمات بحي حضرتك جدا والفقرة بصراحة سرية وإن شاء الله نكرر كتير هنطلع لفاصل هنشوف معانا عبد الرحمن أحمد الديب أحد طلاب الدمج المتفوق والناجح كمان في المجال الأدبي والثقافي وكتب لنا أجمل الكلمات على لسان أو المؤدي الكلمات دي محمد السيد حمادة نسمع رمضان شهر الغفران رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول الغياب عمر مضى من عمرنا عمر مضى من عمرنا في غفلة فانتبهوا فالعمر ظل سحا لتصبروا ومشقة فاجزوا وجروا من صبر ورجعنا بعد الفاصل وأولا أنا بحيي عبد الرحمن عبد الرحمن أحمد الديب من سوهاج أحد طلاب الدمج اللي تميز بالتحدي والإصرار ما شاء الله هو في الترمي استنادي في الإعدادية من الخامس على الإدارة التعليمية غير التفوق والشهادات والحاجات الجميلة في كتابة أجمل كلمات الشعر رمضان شهر الغفران طبعا دي بنهديها لكل أحبابنا وأصدقائنا هيدخل لي دلوقتي مدخلة مع معانا ألو تمام أتمنى أن أنا أسمع صوتك يا عبد الرحمن أنا النهاردة هقدم فقرات متنوعية مختلفة عن كل مرة لكن رمضان بيحتم أن نعبر بشكل مختلف ونقدم جديد دلوقتي أنا أحب أن أنا أحيي الشعر حسام الهرماسي أخ فاضل وشخصية جميلة جدا من قنة من بلدنا الجميلة وبحييه على القصيدة أو الشعر اللي أقدمه يعني قال لي أنا بهدهولي جدد بخصوص أحد الظروف اللي أثرت إزعاجه الفترة الأخيرة في حالة استشهاد جنودنا البواسل هنسمع شعر يمكن لأول مرة أحس الإنفراد بالتعبير والقوة في الأداء وانتظروني إن شاء الله في آخر حلقتنا هنسمع الشعر حسام الهرماسي وهو بيعبر عن عشكه لترب هذه الأرض دلوقتي ياريت طيب دلوقتي ممكن نخرج نسمع الفيديو اللي قتلكه عليه وهتبقى مفاجئة زي ما أنا تفاجئتي بها بالضبط أول ما خلصنا تعليم جلنا خبر بيقول مصر في خطر ومحتاجة ولادها يمصروها على كل اللي ظلموها عشنا فيك يا مصر من الأعوام عشرين مش كتير عليك يا عام ولا اتنين يا مصر اتعلمنا في أرضك ولحم التفن من خارك إزاي هنحب غيرك يا مصر اتعلمنا في أرضك ولحم التفن من خارك إزاي هنحب غيرك وبكل فخر لبسنا بدلة النصر في عز البرد كنا بنهز الأرض حماة الوطن ورب يحميك يا مصر من الفتن كنا بنكسم اللجمة كنا بنكسم اللجمة ونجمع على صوت الأزان وحفظين القرآن وأعز صاحب لينا حنة أو مينا أصلنا عارفين جيمة الأوطان وحب الوطن من الإيمان في الجيش سطرنا صفحة جديدة في الجيش سطرنا صفحة جديدة صفحة الشهادة وحب بلدي عبادة وجات أخبار لينا صعبة علينا وجات أخبار لينا صعبة علينا بيقولوا في العريش في الجامة بيقولوا في العريش في الجامة جتلوا شباب زي البدر بكل خصة وغدر كنا عايزين نشج الأرض ونمشي فيها وندمر كل خصيص عايش على أراضيها دول مش إرهاب دول كلاب وحنا عنخليهم يأكلوا الطراب الإرهابين سكرين نفسيهم بني عجمين إزاي تموتني وتقول لي إنك تعرف الدين الدين بريء منكم والإسلام بعيد عندكم بحييك للمرة التانية الشاعر حسام الهرماسي من أجمل حاجة أسمعناها عن حبنا وعشقنا لأيزا الوطن واعتراضنا أو رفضنا لأي أفعال غير مسؤولة ياريت نفتكر إن التحدي هو اللي هيقوينا وهو اللي هيخلينا في المقدمة وفي المكانة اللي طاليك بمصر والمصريين وننبذ أي نوع من أنواع المصالح الخاصة أو أي شيء تاني مش هيكون أصاره وهنسأل عند الله ده كفاية الحمد لله ربنا يزيد من أمثال المخلصين وبشكركم وبحييكم جمهوري الأعزاء وتابعوني على صفحاتي وبعتولي كل أراءكم واقترحتكم وإلى اللقاء